سلام عليكم اهلا بكم في الجزء العاملي من مادة الكمبيوتر او اركتكتر زد ايتي لغب اكسبرمينت سدكتور المادة دكتور اسامة طروت اكسبرمينت تو دي لينج وذ ميموري هدفتنا من التجربة دي ان احنا نتعرف على الميموري بالاخص اللي اي اي بروم واي دورها في داية تزد الثمانين معانا. هنحتاج في الاكسبرمينت ده اي اي بروم اه الائي سي الرقم بتاعه تمانية وعشرين سي ستتاشر او تمانية وعشرين سي متين ست وخمسين اي واحد من التلاتة احن عايزان واحد بس من التلاتة مش التلاتة هنحتاج ارجوين وينا نانو باو احمد الانو نحن في الفيديو دا هنشتغل بالانو هنحتاج اربعة وسبعين اللي هوا الونوسوس هنحتاج اتنين من دوت وهنتعرف بتفصيل جميع في اللي بعد هده. انا احتاج وشوية نبدأ نتعرف اول حاجة عن الروم اللي هو ده في الطبيعة لما الواحد يشتريه بيبقى مكتوب عليه بيرنامج بيبقى البرنامج تكتب اسناء التصنيع اللي هو الديتل اللي على الروم ما نقدرش نغيرها او نعدل عليها. طبعا ده مش عملي اللي ان احنا عايزين فجيه بعدها ال البروم اللي هو ده بيسمح لليوزر اللي بيشتريه يعني بيسمح له ان هو يحط عليه برنامج مرة واحدة. بعد كده لما يحط عليه البرنامج ده البرنامج بيفضل عليه ومداتها ما نقدرش نغيرها او نعدل عليها. اه ودوت اه بعد كده بيبقى زي مسال على دوت في العالم الحقيقي اللي هو القديم اللي احنا ايام زمان كنا لما كنا تنعمل نحرق اللي اسمها كنا نحرق السي دي. ما كناش بنقدر نمسح الداتة اللي على السيدي دوت بعد بعد ما نحطها للديتا. لان احنا خلاص حرقناها. فالديتا ديت ما كناش نقدر نغيرها او نعدل عليها. فده مسال عليها. فدوعا دوت ما كانش في جهه ده بيسمح لنا ان احنا نمسح الديتا. وفي نفس الوقت نبرمجها. وده طبعا كان حل مناسب لان احنا بنقدر نكتب برنامج ونغيره. بس اه كان هو الديتا بتتعمل لها باستخدام اليو في لايت. فجهة اللي بعد كده اللي هو ايه? اللي هي ال اي اي بروم. دوت بيسمح لك ان انت تلغي الديتا من غير ما تستعمل اليو في لايت. كان بيحتاج اه عشان تلغي الديتا اللي عليه. كان بيحتاج يو في لايت. ان انت ممكن تحط تحط لمبة يو في اللي هو الاشعة فقط من نفسها فيها. لفترة معينة بحيس ان انت هنمسح الديتا اللي خازد انها على ال اي سي. او كنا بنحطها في الشمس الفترة ممكن مسلا اتناشر ساعة او يوم بحيس انها نلغي الديتا اللي عليها. فجات الاي بروم بتسمح لنا ان احنا نلغي الديتا باستخدام الالكتريسيتي او اللي هو كهرباء ان انت بتحط معين على دوت بيرجع السلزل وضعها الطبيعي. يعني انت بعد ما تكتب عليها ممكن انت عايز ترجعها الوضع الطبيعي فبتحط عليها معين. هنفهم ازاي بيشتغل بعد كده. نبدأ نتعرف على بتاع التمانية وعشرين سي ستاشر. دوت الاي سي اللي احنا نشتغل عليه. طبعا هنلاقي ان الفرق ما بين كل اي سي والتاني مجرد هم عندهم نفس البنات بالزبط. مجرد الادرس باس. فهنبدأ كده عندنا من اي زيرو ل اي عشرة. يعني انا عندي حداشر ادرس باس. وعندي طبعا من من اي او سبعة اللي هو الديتا باس. عني تلاتة سيجنال زي مهمين. طبعا اغيري والجراوند. عني تلاتة سيجنال زي مهمين اللي لازم نعرفهم اللي هو والاوبوت انابل والشيب انابل. دول يهموني. بس لو بصنا على الدياجرام بتاع كل واحدة من دول هنلاقي ان برضو الوي سي سي والجراوند. هنيجي هنا عندنا بس الفرق في ذات انها ايه البناية واحد والبناية ستة وعشرين. البناية واحد وبناية ستة وعشرين دول مكتوب عليهم اني سي. اني سي معناها اه او فيه ممكن نستعملها بعد كده. بس احنا مش نحتاجها فلو انت لو احنا اشترينا التمانية وعشرين سي سي اربعة وستين فالبناية واحد والبناية ستة وعشرين مش هنوصل لهم بحاجة. عندي طبعا هنا من اي زيرو لحد اي اتناشر. فانا عندي اه تباتتاشر ادرس بس. وعندي فيه اللي هي تمانية وعشرين سي متين ستة وخمسين. عندي من اي زيرو لحد اي اربعتاشر. ما فيش اختلاف في الاي او من اي زيرو لحد اي او سبع اللي هو تمانية ديتا بس. الاتي تمانية وعشرين سي ستتاشر اه عن ستتاشر كيلو ميموري. ستتاشر كيلو بيت. كيلو بيت. انا عندي الفين تمانية واربعين وردز. كل ورد تو تتكون من تمان بيتات. فاحنا لو دعونا تمانية في الالفين تمانية واربعين يبقى عنده ستتاشر. يبقى انا عندي ستتاشر كيلو بيت. ده ممكن نحسابه ازاي? انا عندي حداشر يبقى اتنين قص احداشر. الاتنين قص احداشر اللي هي ايه? الالفين تمانية واربعين. فلو ضربناها في تمانية اللي هو ايه? بتاع هيقوم الدي نيو ستتاشر كيلو. طبعا انت ممكن تخمن كده بان احنا عندي اللي هي المتين اه التمانية وعشرين سي اربعة وستين. عندي الاتناشر. عني اتنين قص تلاتاشر. اتنين قص تلاتاشر. اللي عندي هنا لحد ايه? اربعتاشر. تمام? وهنضرف في تمانية ونرف ايه? مساحة ما. الفرق ما بين اه الستاشر والا اربعة وستين والماتين ستة وخمسين هو بس ايه? المموري ستوريتش. تمام? فهنلاقي هنا ده هو تعريف البنات. عندي طبعا من ايه زيل والاي عشر اللي هو عندي ال terminal. تعالنا نتعرف على . التشيب انابل ده. لو محطوط هاي لو محطوط على خمسة فولت الشيباية ولكنها متوصلة مع اي جهاز. ده غالبا بيستعمله لما الجهاز يعوز يكلم الميموري فبيعمل لها فهنا في حالتنا لما هنجي نركب مع ركبها مع زيادة تمانين هنقوم ووصلنها بالميموري ريكويست. لما زيادة تمانين يعوز يتعامل مع الميموري هيبعد سيجنال الميموري ريكويست اللي هي اصلا اكتف له. فهيدي للشيباية على الشيب انابل زيرو. فكده ايه? الشيبات اشتغل. فده مجرد بتاع الميموري. عندي او دول هنتعرف عليهم لما نيجي نتعلم ازا هنعمل او ريد من على الميموري. هنفهم الريديج من الريديج من الميموري. دلوقتي انا دلوقتي عايز اعمل الريد للاتا الا على الميموري. عشان اعمل ريد انا ههوصل طبعا بالجراوند وهوصل الادرس بس بالادرس اللي انا عايز ابص عليه. فانا دلوقتي عايز نبص الادرس الاولاني يبقى حط صفار على الادرس ووصل لان ده الادرس ايه زيرو. تمام? انا هنا بعمل ريت هنقوم ووصلنه بايه بالفايف فولت? لان انا مش عايزه. هنقوم ووصلنه بالجراوند. الديتا باس هنوصله بها ايه? في حالة لما بيكون يعني هنا اللي هو اكتب له مع مدين له جراوند. الديتا باس هيكون على شكل اوتبوت عشان احنا نقول له ايه? بنقول عليه ايه? فيكون على شكل اوتبوت. فانا ممكن اوصل عليه للداتو. وهشوف اللي جوه الادرس ده. تماما انا عايز نشوف دلوقتي في الادرس رقم اه واحد. يبقى هنحط في ال اي زيرو واحد والباقي صفار. عايز نشوف الادرس رقم اتنين. يبقى احط في ال اي واحد واحد واحط صفر. يبقى انا كده عندي ايه اتنين. عايزين نشوف تلاتة يبقى حط وان وان وايه? والباقي صفار. فالتحكم في الادرس اللي انا ببص عليه بيكون من على الادرس بس. تمام كده احنا ايه? فهمنا وضع الريد. وضع الريد سهل في بسيط. كلنا ما عملوا ان احنا بنوصل في غلبية الوقت لما هنجي نوصلها مع زيت التمانين هنحطها في وضع الريد طبعا لان الزيت التمانين مش هعمل لها ريت. الزيت التمانين دية روم. مش زيت التمانين مش هيعمل لها ريت. الريتين بروسس احنا اللي هنعمله في التجربة دي لما نيجي بعد كده هنعمل البروجرامر. وهنفهم يعني ايه ببروجرامر بعد كده. تمام? الريتينج بقى من نسبة للشبات دي عشان نعمل ريت. طبعا هنحتاج نعمل ايه? الشب اي اي اتعامل مع الشب لازم الشب يكون متوصل بالجراوند. تمام? والتاني حاجة هنوقف على الادرس اللي احنا عايزين نعمل عليه انا دلوقتي بتكلم على ايه? مش هنوقف على الادرس اللي احنا عايزين نعمل عليه تمام? وقفتنا على الادرس ده خطينا بس هنكتب على الادرس الاولاني. فنقوم موصلين اه عندي بقى هنا ايه? حداشر صفر هنوصل من ايه زيل ولحد ايه عشرة كلهم بالجراوند. ونيجي على ونختار الديت اللي احنا عايزين يدخل. دلوقتي هنوصله بالفايف فولت. ونصبر سن سنية على لان دو دي معين عشان يحصل. فهنلاقي اللي هي من اول اللي هما من اول اي او زيرو لحد اي او سبعة. الوقت يشغلين على وضع فانا هكتب الديت اللي انا عايز ادخلها على الميموري. فانا مسلا عايز ادخل واحد زيرو. واحد زيرو. واحد زير. تمام? عشان ادخل الديتا دي هخط مسلا ايه? زيرو فولت زيرو فولت زيرو فولت عن النمط ده لو انا مسلا عايز ادخل النمط ده هو الميموري اخزنه في الادرس الاولاني اللي هو ايه? ادرس زيرو. تمام? فعشان عمل كده لو بصنا في ديتا الشيط هنلاقي هنا لازم في فولس. الرايت انابل اكتف لو. ولازم يكون فولس. فنلاقي ان الرايت فولس ويث مينموم والماكسيموم. مية والف. مية والف ايه? نانو ساكند. ده الكلام ده من الداتا شيت بتاع الاي اي بروم. فنلاقي ان الرايت. اه ممكن نقول لها سيجنل. انها بعد سيجنل رايت. اللي هي اكتف لو. ما تزدش عن الف نانو ساكند وما تقلش عن مية نانو ساكند. الف نانو ساكند ده معناها واحد مايكرو ساكند. انت متخيل انت لو ضغطت على السويتش. انت قلت ما بنوصل سويتش بالجراوند وبنضغط على السويتش عن رايت وكده ايه? ده هيكون اكتر من واحد مايكرو ساكند. ففي توصيلة ارسي سيركت. معينة بنوصلها. ممكن تبحث عنها عن نت. هتمكنك انت هتبقى في النص ده. تبقى واقف في الجزء الايه? عشان تعمل في توصيل بتتوصل عشان نعمل طبعا البروسس دوت مش دقيق. ممكن تغلط. وقت تبهدل عشان تكتب انت كده تكتب في ادرس واحد فقط. انت لو حبيت تكتب في ادرس كذا ادرس ممكن اعمل برنامج كبير محتاج ميت ادرس مسلا فانت تقعد تكتب في مية يعني انت تقعد تعمل نفس الحوار ده انت تقعد تغير في الادرس بسط وهتقعد تغير في الانبوت اوبوت هياخد منك فترة طويلة وهي ممكن تخطأ وعشان كنت تتأكد لازم تحول ايه تعمل تاني وتشوف انت كده كده مزبوط ولا لا. حوار. فاحنا عشان نسهل الحوار ده دخلنا في الجزئية البروغرامر. هناعمل للريدنج والريدنج. الاكتر حاجة دقيقة بالجزء ده الاردوينو. احنا ممكن نستخدم الاردوينو ان هو يتحكم في الريدنج والريدنج والريدنج بس ممكن نستخدم الاردوينو ان هو يتحكم في الديتا اللي انا عايز ندخلها على الميموي. فده هيسهل علي حاجات كتير قوية لان الاردوينو طبعا دقيق انت ممكن تحدده الفترة المعينة اللي هو يحط الريد اكتف له وهو اوتوماتيك ممكن يختار تكتب له على الكمبيوتر الادرس انت عايز مسلا ليه واحد زير واحد زير او الديتا اللي انت عاست دخلها ممكن نستعمل الاردوين فاحنا هنستغل الاردوين عشان نعمل حاجة اسمها ده بنحط عليه وهو بياخد الكود اللي احنا ممكن نكتبه احنا نكتبه هنكتب له او احنا في حالتنا دات هنكتب وهي هتتحول بايناري وهتتخزن على الميموري بيخزن بايناري بس احنا على الاردوين هنكتبه بالهكس هنفهم اكتر بعد كده فهنلاقي هنا هنا بقى هيبع عندي مشكلة لو رجعنا ليه البن بتاع البنات بتاعة هنضحز انا عندي ايه? انا عندي من ايه زيرو لحد ايه عشرة يعني عندي كام حداشر بن وعندي كمان فوقهم تمانية وعندي كمان فوقهم تلاتة يعني انا عايز اتحكم في حداشر وتمانية وتلاتة ده هيسبب ليه مشكلة ليه? لان الاردوينو لو لاحزنا البنات اللي انا ممكن استخدمها هو انا موصل السيريال ديتا يعني من هنا دي واحد ودي زيرو مش معايا لان دول ما بيشتغلوش لو السيريال ديتا متوصل اللي هو الكابل اللي بنوصله بالكمبيوتر من حد من اتنين من دي تنين لحد دي تلاتاشر ده عبارة عن حداشر بنية فقط هنا انا واجهت مشكلة انا عندي احداشر بنية وانا عايز كم انا عايز تلاتة وتمانية واحداشر عشان اه نحل المشكلة دي جه دور الشفت ريجستر شفت ريجستر عبارة عن نوع من الريجسترز من الاخر بيعمل اللي بيحصل في الفيديو ده عبارة عن ايه? بيخزن ديتا واي ديتا بتخش تانية بيشفتها فانت تخيلها كده مجرد ريجستر ده ايه ريجستر جوه ديتا والديتا دين اي ديتا بتدخلها بعد كده بيقوم شفت القديم تمام? وعدم ما شفتها يعمل لها لاتش ويظهرها على الاوتبوت. اه دوت هيفدني في ايه? ان انا بمجرد three signals three signals هقدر اخلي الاردوين يتحكم بعدد ممكن اقول لا نهائي من الاوتبوت. هنفهم اكتر. انا عندي هنا دوت ايه الاي سي اللي هو ال 74 اتش اسين خمسة خمسة وتسعين. عندي من q1 لq7. ده اسمه برر الاوتبوت. ده الاوتب بتاع الشفت ريجستر. تمام? عندي ground والفاي والفي سي سي. دول ما يهمونيش دلوقتي. عندي الماستر ريسيت. ده مش هيهمني. فدوت على طول هنقوموصله بالخمسة بولت. في اي حالة? عندي بقى ايه? اللي هو اللي هو الجزئية دي. شايفيني الجزئية دي? اللي هي الانكومنج ديتا. ده السيريال ديتا انبوت. تمام? اللي هي الدي اس. وهي عندي غير السيريال ديتا. عندي حاجة اسمها شفت اه ريجستر اه وعندي عشان نشرح بالتفصيل طبعا عندي انا طول الوقت عايز الاوتبوت يبقى ظاهر. انا عايز الاوتبوت ده يبقى دايما ظاهر لي. تمام? فلما لو متخيلينها الاوتبوت اكتب مكتوب لي هنا ايه? في الداتا شيت اكتب له. فطبعا الاوتبوت في حالتنا هنوصله دايما بالجراوند. تمام? انا بقى اقدر استغلي دوت في ايه? في البروغرامر. انا دلوقتي قلت القضيينو مش عندي كفاية. فانا عشان هحل المشكلة دي. هنوصل في حالتنا ديت هنوصل اتنين. هنستغله ازاي? انا دلوقتي عندي من ايه زيرو حد ايه عشرة. فانا عندي حداشر ادرس بس. فانا ممكن استغل الشفت ريجستر اللي هو عنده تمانية اوتبوت. اهو موصل واحد تاني. يبقى انا بقى عندي كده ستاشر اوتبوت. ستاشر بالنهاية. اقدر اتحكم في الديتا اللي جواهم. الديتا اللي بيخرج بيخرجوا الاوبوت ده. عن طريق تلات بنات اللي هما اه السيريال ديتا والشفت ريجستر كلوك بولز. تمام? هنبدأ ازاي? هنفرض انا دلوقتي عايز ادخل اوقف على الادرس. واحد اه تمن صفار. فانا هقوم كاتب في باعت على السيريال ديتا. واحد تمن صفار. وطبعا مشافة الديتا. فالشفت ريجستر هنا اربعة. بس هو في الطبيقية ايه تمانية. فتخيلوا كده هيبقى عندي. واحد تمن صفار جوة الشفت ريجستر. واما زاهرين على الادبوت. بان انا بس دخلت على السيريال ديتا. كلان ده هيوضح اكتر لما نشتغل بيه عاملي. وممكن تشوف فيديوهات برضو للشفت ريجستر وهو بيشتغل. بيشتغل على شوية ليدات ولا كده. ممكن تجربش على ليدات. ان انت هتدخل مسلا اي ديتا تخش. هتلاقيها تتحرك من كيو زيرو لكيو واحد من كيو واحد لكيو اتنين. كل ما الشفت ريجستر يشتغل. فتفضل الديتا تمشي. احنا عرفنا كده هنوصل على طول اللي انا عايز الآبوت ظهر لطول الوقت. والشفت ريجستر دول هيبقوا والديتا سريا والسيريال ديتا هيتوصله بالاردوينو. تمام? المستر يست من الاخر بيمسح اي حاجة للوضع العادي. ده احنا مش هنحتاجه فهنقوم عاملين ايه? موصلينه بالخمسة بولت. وكده دي تكون كل بالنهات اللي عندي. الاوبت بتاعي هيكون طبعا ايه? من على كيو زيرو حد كيو سبعة. هنلاحز ان فيه كيو سبعة داشت. ده عبارة هنحتاجه لما نكون موصلين اكتر من بما عنده. لو انا موصل هنا في الحالة دي اتنين. فكيو سبعة عليها ايه? عليها رقم. انا الرقم ده مش عايز يقع. انت لو حست لما بندخل ديتا وهو اصلا ما فيش توصل لحاجة. الرقم ده الجزئية دي بيقع. بخسره. فانا عشان ما اخسرهش. عشان انا عندي ايه زيرو لعشرة عندي احداشر. فانا مش شغل بتمانية يبقى انا هحتاجه اوصل كمان شيفت ريجستر. فالكيو سبعة داشت هتتوصل بتاع الشيفت ريجستر التاني. بحيس ان الديتا تتشفت من الاولين تروح للتاني. فانا يبقى عندي ايه? فانا لقى اي شيفت ريجستر عايز اوصله بواحد اه قبليه. فبنقوم موصلين كيو سبعة بتاعت الاولاني. بالسيريال ديتا بتاعت التاني. تمام? هنبص على الديجرام بتاع البرو جرامر. هنلاحظ انه عندي. عندي هنا الشيفت ريجستر كلوك. وهي عندي الستوريج كلوك. الاتنين متوصلين بدي اه دي اتنين دي تلاتة ودي اربعة. تمام? مشتركين ما بين الاتنين. عندي الدي اتنين متوصلة بالانبوت بتاع الشيفت ريجستر. طبعا انا عندي الجزئة دي اللي هو المستر ريسيت. هنا الاسماء متغيرة بس. المستر ريسيت متوصل بي 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 سي سي اللي هي الجي متوصلها بي الجراوند تمام? وهي السيريال ديتا متوصلها بدي اتنين. ناخدها بالترتيب كده. السيريال ديتا متوصلها بدي اتنين. دي تلاتة ودي اربعة بتحكم بالكلوك بتاع الستوريج والكلوك اه بتاع اه بناشي فتر تمام? عندي الطبعا ازي ما قلنا عندنا بينات متوصلها Betharlo اللي هي الاوبوت انابل اللي هي الجي وهي وها اللي هو المستر ريسيت متوصل بالفي سي سي. هنلاحز ان ال larger انا عندي من وكو اي وكو اتش بار. دوت اللي هو زي ما قلنا هتوصل بالب ThiHi360 دي بتاعทاني. فنلاحظ كده الى الاولانة ههو. الى يبقى بتاعة الاولانة متوصلها بالاردويل litata بتاع التاني متوصلة بالاتانية اللي هو بتاعت الاولانة فعشان كده نوصلهم بابعة. وطبعا هنلاحظ ان الو انا عندي هنا متين فتة وخمسين كل اللي هيفرق ان احنا مش هنستقف لو اشتغلنا باللي هي تمانية وعشرين سي متين ستة وخمسين اشتغلنا بستاشر فالادرس بس هيقل فقط يعني هيبقى لحد ايه عشرة يعني ايه اللي هم بالنات دي مش هنحتاجها مش هكون موجودة اصل تمام فاحنا وصلنا الديتا بس بتاع ال اي اي بروم بالاردوين وبشر تمام اللي هي الديتا اللي انا هخزينها ووصلنا الادرس بس بتاع الاردوينو اه بتاع قصد ال اي اي بروم بالشفت رجستر كل اللي الاردوينو بيعمله ان هو بيبعت ايه انا عايز اعمل على الادرس واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو مسلا فيقوم باعت على السيريال ديتا واحد زيرو واحد زيرو يشفتها من ايه من ايه من كيو ايه لحد مسلا في حالتنا هنا هتبقى مسلا كيو دي تمام او لحد كيو اتش على حسب ايه حجم الميموري مش هتفرق معنا. تمام? فيقوم وصل من كيو ايه لحد الكيو اتش مش هفت الديتا. وبعد كده مدي آآ طبعا دوت بيستعمال ايه? الشفت رجستر كلوكي. هيقوم مدي فلصية للستوريج انها تظهر الاوتبوت. احنا قلنا بتاخد تعمل لاتش للأوتبوت من الرجستر وتظهره على على بتاع الشفت رجستر. هيبعت هيبعت بلصية للستوريج. فيقوم الاوتبوت ظاهر. ظاهر مين اللي شايفه بقى? هشوف من ايه زيرو لحد ايه اربعتاشر ان هو باقف على الادرس واحد زيرو واحد زيرو. وبعد كده هيقوم الاردوينو لاحز الرايت انابل متوصل بالاردوينو عند دي تلاتاشر. يقوم الاردوينو باعت البلصية بتاعت الرايت. ونكون كده ايه? عملنا ريت. وهنلاحز ان الكيو اتش متوصلة بالأوتبوت انابل. دوت هيمكنني برضو ان انا اعمل ريد الديتا اللي على الاي اي بروم. هنبدأ بقى ايه? نوصل التوصيلة ديت. اه على البريد بورد. هنيجي هنا نوصل الداير زي ما انتم شايفين انا وصلت مجموعة من الاسلاك السابتة اللي مش هنحتاج. اه مش تحتاج الاسلاك ديت تتكون من اه البي سي سي والجراوند بتاع البريد بورد. نعلته بس من الطرفين. وبرضو وصلت البي سي سي والجراوند لكل نترات اي سي هتنا نشغل بهم اللي هو شفت رجستر واحد شفت رجستر اتنين والاي اي اي بروم. زي ما انتم شايفين انا وصلت هنا البي سي سي بتاع الشيفت رجستر والجراوند. وصلت البريد بطلو وصلت البريد برضو اللي وصلتها اللي بتاع اللي هو رقم طمانتاشر لان دائما اعايز اللي يكون شغال. هنا انا وصلت البريد من المصلة لان انا مش عايز عامل فانوصل ده برضو معنا. وهنا انا وصلت اه وشافت اللي هما البناية التلاتاشر واتناشر مع بعض لان احنا زي ما قلنا البناتين دول هيجوا من الاردوينو بس هما مشتركين ما بين الاتنين بتاع الشافت والستورج مشتركين مع بعض ورايحين للاردوينو زي ما السيريال دوت هيكون هيجي برضو من الاردوينو. لاحزنا برضو في سلكة صغيرة هنا الهالة البرتقونية دي. دي راحة من اخر بناية على من فوق الهالبناية دي. بتاع الشفت التاني. فلو بصينا بتاع الشفت رجستر هنلاقي ان هي بناية تسعة هي سبعداش. زي ما قلنا سبعداش عبارة عن السيريال بتاع الشفت رجستر. فانا عشان انا عايز الديتا تمشي من هنا. تروح للشفت رجستر من الاول للتاني. فانا هوصل بالسيريال ديتا بتاع الشفت رجستر التاني. يبقى بتاع الشفت رجستر الاولاني متوصلة بالسيريال بتاع الشفت رجستر التاني. تمام كده هنبدأ نوصل الاسلاك. هنبدأ بان احنا ناخد ground و vcc هبدأ ان انا ايه? اوصلها بالاردوينو. وهاخد ground برضو من الاردوينو. لان كل الكمبوننت ستشتغل من الباور ال الاردوينو هيعمل له provide. لان مش هنحتاج نوصل باور خارجي. تمام كده? هنبدأ بقى ان احنا ناخد البناية التالية. عندي بناية اتنين دي اتنين متوصلة بالسيريال ديتا. اللي هي البناية دي. تمام? يبقى دي اتنين متوصلة بالسيريال ديتا. عندي دي تلاتة. دي تلاتة متوصلة بالشيفت ريجستر قلوك. اه اللي هي البناية دي. اللي بعد المستري ستة عطول. دي تلاتة راحة للبناية احد عشر. تمام? دي اربعة. نمشي طبعا مع الديجرام بتاع او بتاع التجربة. دي اربعة متوصلة بالستوريج كلوك. تمام? زي ما انتم شايفين دول باستخدام التلاتة سيجنال زي دول انا هقدر اتحكم بتمانية هنا وتمانية هنا يعني ستاشر آآ ستاشر اوتبوت. يعني انا استغلت تلاتة تلاتة من الاردوينو وحولتهم لستاشر باستخدام آآ دول. زي ما انتم شايفين هنا انا هناخد التلاتة سيجنال زي دول ونوصلهم بالشفت ريجستر الاولاني والديتا بتتشفت. باستعمال انا باخد اللي هي ايه? الكيو سبعة داش. ووصلها بالامو بتاع الشفت ريجستر التاني. ده كده بالنسبة للاردوينو حتى الان مش هنحتاج غير كده هنبدأ نوصل بعد كده اللي هما آآ بس تعال نبدأ نوصل الادرس باسس. بقى هنيجي عندي ايه زيرو. يبقى عندي كده اول تلاتة دول بيكون اللي هو الانبوت اوبوت من اوبوت اوبوت زيرو واحد اتنين. بتاع نروح على الادرس باس اللي هي ايه زيرو. اللي هي اللي بالنهاية دي. تمام? طبع الاسكماتيك بتاع الاي اي بروم. هنوصلها بالاوت بوت بالكيو زيرو. يبقى الاي زيرو بالكيو زيرو. تمام? الاي زيرو بالكيو زيرو. طبعا نيفضل ان احنا نخلي الاسلاك تكون بعيدة عن يعني نخلي في مسافة ما بين الاي سي والاسلاك دي. بحيس ان احنا لما نيجي نخلع الاي سي لان الاي سي كزا كزا مرة هنتطر ان احنا نفكه من الريد بورد ونركبه في دارة لثمانين. او اه يعني هنشيله ونركبه كزا مرة فيفضل احنا نخلي في مسافة ما بين الاسلاك والاي سي بحيس ان احنا ما نفكش الاسلاك وهنا ما نفكش الاي سي. واحد ونوصله بكيو واحد. وعند كده عندي اتنين. اصلوا بكيو واحد. عندي اتنين. اتنين 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 ا للشفت رجستر الاولاني. خدنا سبعة من اي زيرو لحد اي سبعة اللي هي من كيو زيرو لحد كيو سبعة. تمام? هيتبقى لي لسه اللي متبقى لي في عندي اي تمانية وتسعة وعشرة. اي تمانية? اي تمانية? هتروح لكيو زيرو في الشفت رجستر التاني. تمام? اي تسعة هتروح لكيو واحد كيو واحد في الشفت رجستر التاني. تبدأ لي كده اي عشرة اي? احنا عندي هنا و ال ا 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 راح لكيو تمام. اخر توصيلة هنوصلها مع اللي هي اللي هي اللي هي البلناية اللي قبل اللي بعد الاي عشرة اطول. انا حبيب بس ساعة هنا نبه فيه ان انا في الفيديو اه بتاع التوصيل غلط ووصلت بالكيو تلاتة. لا هو طبع الدياجرام هيتوصل بالكيو سوعة. اللي هي اخر بالنائة في التاني. يبقى هتوصل في اخر بالنائة في التاني. تمام كده. ده كده بالنسبة للادرس. هنيجي بقى الامبوت اوتبوت. دول هيتوصلوا بالاردوينو. فهنبدأ من اول من اول دي خمسة. لحد آآ هنتروح مع اي او زيو. دي ستة. راحة مع اي او. واحد. دي سبعة. راحة مع اي اتنين. تمام? يبقى احنا كده هنوصل من اول دي خمسة الحد دي اتناشر بين من اي او زيرو الحد اي او سبعة. تمام? فنكمل هنا. يبقى دي تمانية مع اي او تلاتة. دي تسعة. مع اي او اربعة. دي عشرة. اي او. خمسة. دي اتناشر. مع اي او سبعة. تمام كده. ده كده بالنسبة للاي اي اي بروم ما بقى ليش غير بانها واحدة بس ما توصلتش اللي هي الرايت انابل الرايت انابل هتتوصل بي دي تراتاشر في الاردوينو. راح عليه الرايت انابل. ده كده بالنسبة للتوصيل بتاعة الدايرة. توصيل سهل وبسيط نمشي بس مع الدايجرام وانه يبقى قدامنا بتاع الاي اي بروم وبتاع الشفت رجستر ده ساملة لغبطش. ونمشي مع الدايجرام. كده بقى هنبدأ ان احنا ايه نرفع الاسكتش. بعد ما هنخلص توصيل الدايرة هنرجع على الكمبيوتر وهنروح على اللينك بتاع الاردوينو سكتش. فهنروح على اللينك دي وهي زهر اللي الصفحة دي. فاحنا ما ههمنيش اي حاجة غير ان انا احمل الكود اه بتاع الاردوينو. فهنروح على زرار كود. ونختار download. فنلاقي ان الملف تحمل عندي. هنقوم فكين ضغط الملف. ويتبقى لي هنا ايه? اللي بتاع الاردوينو. فهنروح على برنامج الاردوينو. وندوس فايل. اوبن. وهنروح على الملف. بتاع السكتش. فنلاقي دوت الملف اللي ظهر عندي. ده ده الكود بتاع الايه? الدايرة دي. ولو حبينا انا عايزين يعني نفهم الكود الكتب ازاي? في فيديو في الرفرنسز اللي تابع الفيديو. اه اللي تابع الفيديو دوت. الدايرة دي اللي عملها واحد اسمه بن ايتر. هو موجود. اه لنك الفيديو بتاعه موجوه هيكون برضو موجود في الديسكريبشن. في الرفرنسز اللي احنا حبينا نعرف بالتفصيل الكود ده الكتب ازاي? انا ما اهمنيش اي اي حاجة في الكود ده غير الجزئية بتاعت بايت ديتا. الجزئية ديت هي عبارة عن الديتا اللي بتكتب عندي في الـ ومن اسمها اسمها بايت ديتا يبقى انا بكتب بتاع كل او كل ادرس او بتاع اه يعني ايه اللي هتخزن في كل ادرس مكتوب هنا بالهكس فزيرو اكس وبعد كده ايه الديتا اللي هتتخزن. فلو انا عملت ابلود للاردوينو. نعمل ابلود للسكتش. زي ما هو كده نخلي الكلام عليه عشان بس نجرب. وهنروح على السيريال مونتر. يعني بعد ما عملنا ابلود هنروح على السيريال مونتر. طبعا نتأكد ان الاردوينو بتاعي متوصل والجهاز شايفه. زي ما انا هنا شايف اردوينو اقونو. هنقوم رايحين على السيريال مونتر. وهنحط السيريال مونتر عند سبعة وخمسين الف وستمية. الجزئية تهمني انه يكون عند سبعة وخمسين الف وستمية. عشان يبدأ انه هو ايه? لو انا روحت لأي حاجة تانية. هنلاقي ان هو السيريال مونتر عمالها تطلع لكلام غريب مش مفهوم. فهنروح عند سبعة خمسين الف وستمية. الاوبت. هتلاقي الاوبت اللي بتاع السيريال مونتر عبارة ان هو بيقول ويعمل هو دلوقتي يعمل يكتب الديتا ديت وهيعمل زي لبقية الاي اي برون. لما هنشوف هنا دول الادرس بتوي اذا ما احنا شايفين اه او دول يعني ايه دول اللوكيشنز كل 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 بايت بمس اللوكيشن نلاحظ انه كلهم افات الا الجزئية اللي فوق اللي انا اصلا كتبتها. فنلاقي هنا واحد وثمانين. لا ورده واحد وثمانين. سي اف. سي اف. اتنين وتسعين. ستة وتمانين. والسي سي والا فور وكده. دي يبقى احنا نعرف ان في الجزئية اللي بايت ديتا دي جزئية اللي تتكتب فيه الاي اي برون. طول انا حبيت اعمل ارس الاي اي برون. لو انا حبيت اعمل ارس للاي اي برون. هنمسح الديتا اللي مكتوب. مكتوبة ونعمل ابلوود. اول ما نعمل ابلوود. هنروح تاني على السيريال هنلاقي ان هو اوتوماتيكلي بدأ يعمل ارس. زي ما احنا شايفين. على كل بقى فيه اف اف. ده بمعنى ان اللوكيشن تعمل ارس. يبقى انا عندي هنا الوحيد معناها معمول لها ان اللوكيشن عمل ارس. فنلاقي ان انا عندي ايه وحيد في كل يبقى هنا ايه عندي ثم انوحيد. هنيجي بقى ولو انا وصل حبيت احط واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو. هنحط زيرو اكس فاي فيف. وسلا نحط زيرو اكس سي وون. زيرو اكس اه مسلا دي ثري. دي مجرد random x values. واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو. دوت الهوائي فاي فيف فايف. فانا هنقوم برضو ان البروغرامر شغال زي ما احنا شايفين هنا الديتا اللي انا كتبتها هنا ظهرت برضو على لو بيظهر لنا اي حاجة غير الكلام ده فانا اعرف ان انا عندي مشكلة في التوصيل نراجع على التوصيل تاني لو التوصيل مية في المية وما فيش مشاكل يبقى ممكن يبقى فيه مشكلة من حيث عن الاسلاك وكده يفضل ان احنا نركب على بتاع كل اي سي انا موصله على والشفت رجستر والشفت رجستر والاي اي بروم بحيث ده ممكن يحلل برضو المشكلة لو انا عندي مشاكل تانية بس اغلبا لو انا ما بيظهر ليش الاوتوت ده يبقى انا عندي مشكلة في التوصيل ونراجع على التوصيل تاني من الاول شكرا